السلام عليكم ثلاث سنوات منذ قلاب الحادي والعشرين من سبتمبر حصادها دفع منظمات دولية للحديث عن كبرى المآسي الإنسانية في العالم بداية السقوط كان في أكتوبر من العام 2013 حين هاجم الحوثيون منطقة دماج معقل السلفيين في صعدة وفرضوا حصارا مطبقا عليها وفي يناير 2014 اقترح الرئيس عبد الرب منصور هادي على أهالي دماج مغادرتها وهذه كانت أول جريمة تهجير قسري جماعي منذ إطلاق المبادرات الخليجية في الخامس والعشرين من يناير انتهت جلسات مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة مختلف المكونات السياسية والاجتماعية لكن عين الحوثيين بموازاة ذلك كانت خارج التوافق الوطني وفي الغالب على الجغرافية حيث قد تمددت ميليشياتهم جنوب معقلهم صعدة وتحديدا محافظة عمران فخاضوا معارك مع قوات اللواء حميد القشيبي الذي تم تصفيته حينها استغل الحوثيون الغضب الشعبي من قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية فطوقوا العاصمة صنعاء وسيطروا على جميع مفاصل الدولة في الحادي والعشرين من سبتمبر وفي اليوم التالي وقع الفرقاء السياسيون وكذلك ميليشيا الحوثي على اتفاق السلم والشراكة وهو اتفاق تم برعاية الأمم المتحدة لكن هذا الاتفاق لم يفضي إلى شيء وفي يناير اقتحم الحوثيون القصر الرئاسي وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس هادي والحكومة في اليوم التالي استقالت حكومة خالد بحاح وبعدها بوقت قصير قدم الرئيس هادي استقالته وفي السابع من فبراير أعلن الحوثيون حل البرلمان وتشكيل لجنة لإدارة البلاد وفي مارس غادر الرئيس هادي صنعاء سرا إلى العاصمة عدن واعلنها عاصمة مؤقتة في السادس والعشرين من مارس 2015 بدأت قوات التحالف العربي عملية عسكرية تحت اسم عاصفة الحزب بعدها بأيام عينت الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا جديدا لها إلى اليمن خلفا لجمال بن عمر وفي منتصف يونيو 2015 فشلت أول جولة مشاورات بين الحكومة والانقلابيين في مدينة جنيف السويسرية وبالتزاون مع جولة مشاورات ثانية في منتصف ديسمبر من نفس العام في مدينة بيل السويسرية أعلن عن وقف الإطلاق النار ضمن هدمة وصفت بالهشية منذ بدايتها بتنهار مباشرة وفي الحادي والعشرين من إبريل 2016 استئنفت مشاورات السلام في الكويت واستمرت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف دون التوصل إلى اتفاق عقب ذلك شهدت الدبلوماسية الدولية الهادفة لحل الأزمة اليمنية جمودا سياسيا تزامن مع تغييرات دولية أبرزها صعود ترامب بدلا عن أوباما وصعود أنطونيو غوتيريس بدلا عن بانجيمون وانحصرت بعدها التحركات السياسية أخيرا بجولات مكوكية للمبعوث الأممي اسمعيل ولد الشيخ بين صنعاء وعدا وعواصم عربية تمحورت أغلب هذه الجولات حول الخطة الأممية المقترحة بشأن الحديدة رغم هذا ظل اليمنيون في انتظار العودة النهائية للحكومة والرئيس هادي إلى عدن لإثبات وجود الدولة الفاعل والديناميكي في المناطق المحررة لكن عدن لم تكن مهيئة لاستقرارهم أو حتى لهبوط الطائرة الرئاسية في المطار بفعل عوامل خارجية وفي السابع والعشرين من إبريل أقال الرئيس محافظ عدن عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك المقربين من دولة الإمارات لكن الأخيرين رفض القرار وشكل بإعاز من أبوظبي ما سمي بالمجلس الانتقال الجنوبي الذي هدد من خلاله بإدارة المحافظات الجنوبية ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتمكن الرئيس هادي من العودة إلى عدن رغم وجود رئيس الحكومة وتنقله بين المحافظات المحررة وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة لدى الشارع اليمني إذن من سقوط الدولة إلى سقوط صنعاء وتفجير الحرب في معظم المدن والتدخل العربي عنوين ستبقى رسخة في الذاكرة أحصي خلالها آلاف القتلى والجرحى بالإضافة إلى آلاف المعتقلين ومئات المخفيين قسرا وكثرت فيها التقارير عن حالات التعديد أضف إلى ذلك صدور أحكام بالإعدام وصفت بالصادمة وغير المسبوقة نهيك عن تفاقم سوء التغذية واتساع مساحة مخيمة النزوح وتضاعف أرقام المشردين واللاجئين والعاطلين عن العمل بالإضافة إلى تفشي الأوب الفتاكة التي اشتاحت مناطق اليمن